موضوعنا اليوم عن تكوين وتصميم نظام لتشغيل ثلاجة أو فريزر لمدة 24 ساعة نحتاج لتشغيل الثلاجة والفريزر لـ 24 ساعة لوحين 300 واط كل لوح وبطاريتين كل بطارية 200 أم باور ومحول من 600 واط إلى 1000 واط ومنظم BWM ملاحظ هنا أنا حاول أستخدم مواد غير مكلفة اللي هو المنظم BWM بدل MBBT والبطاريات ما رح نستخدم اللي هي الجل والـ EGM رح نستخدم البطاريات اللي تتعبى بالموية لأنه كثير من الناس يعني يشوف أنه 1100 ريال على بطارية 200 أم واجد هي الأفضل Deep cycle لكن إذا ولا بد بدل استخدام بطاريات الجافة حقه التريلات الأفضل استخدام بطاريات التعبية بالماء وهذه إذا اعتنيت فيها وعرفت كيف تعتني فيها بطريقة صحيحة رح تعيش محاك أربع سنوات وأكثر أفضل من البطاريات الجافة اللي موجودة بالسوق حنا في نظامنا رح بالإضافة إلى ثلاجة 24 ساعة نبغى أنوار وشواحن وتلفزيون ومروحة عشان كده رح نضيف للبطاريتين هذه بطاريتين إضافية ولوح إضافي على أساس نقدر نشغل الأشياء هذه كلها إذا أنت شفت انتمنت بحاجة للأشياء الإضافية بس نبغى الثلاجة فبطاريتين ولوحين يكفي فحنا رح نستخدم أربع بطاريات ونفس النظام ونفس التوصيل اللهم أنه عدد الألواح وعدد البطاريات رح يكون أكثر نشوف الآن البطارية اللي هي تتعبى بالموية وطريقة العناية فيها وميزاتها وكيف نقدر نحافظ عليها بعد كذا نشوف محتوية النظام وطريقة توصيله لمعرفة بطاريات التعبية وطريقة العناية فيها بالطريقة الصحيحة بطاريات التعبية مهم أنه نعرف أنها تنتج غاز الهيدروجين وهذا الغاز خطير وقابل للاشتعال في حالة وجود أي شرارة أو كهرباء والمفروض أن البطاريات توضع في مكان في تهوية أو على أقل الأحوال أنها توضع في صندوق ويكون في مصورة لأن غاز الهيدروجين يطلع بسرعة إذا بس لقى أي منفذ وتعمل مصورة بسيطة أو بايب سهل من صندوق خشبي بالطريقة هذه وبعيد عن الغبار وبعيد عن أي أشياء ثانية بالإضافة إلى طريقة العناية بطريقة الآمنة والسليمة بطريقة الصيعة عشان تعيش معنا البطارية بوقت طويل ما مقطر يكون عندنا نأخذ كمية منها ونعبيها يعني يمكن بالشهر مرتين بالإضافة إلى طريقة التعبية تكون بطريقة يعني السليمة مع لباس و التستر حق بالإضافة إلى تنظيف الأصابع أصابع البطاريات كل الأمور هذه إذا حافظنا عليها راح تعيش البطارية معنا فترة طويلة طويلة وهي أشياء بسيطة وما راح تسويها كل يوم يمكن بس سنة بعض الأشياء هذه ما تسويها مرة ومرتين ولكن تأمين البطاريات في صندوق ومتابعة تعبية المياه هذا شيء ضروري بالإضافة إلى طريقة شحن البطاريات وطريقة ربط البطاريات طريقة شحن البطاريات أول شيء عن طريق المنظم نشوف المنظم وكيف نبرمجه على بطاريات التعبية بالمياه من أهم الأشياء لمتابعة بطاريات التعبية أنه يبرمج المنظم على بطاريات التعبية اللي هي تسمى فلادد لأن طريقة شحن البطاريات تختلف ما بين الفلادد ولا الجل ولا سيلد لد أسيد ولا الليثيوم كل واحدة من هذول لها طريقة شحن تختلف عن الأخرى والفلادد لها طريقة أكثر تعقيد وهي لها مرحلة من المراحل تسمى الايكولايزيشن فإذا لم يبرمج المنظم على فلادد فراح يضر البطارية وما راح تعيش البطارية معنا بسبب عدم برمجة المنظم لشحن بطاريات الفلادد وهذه تلقاها في الكاتالوجي السهلة ضروري أنك تبرمج المنظم على فلادد لأنه في مرحلة تسمى الايكولايزيشن اللي هي منع الديسلفيشن في البطاريات فهذه من الخطوات الرئيسية المحافظة على البطاريات الآن نتعرف على النظام وطريقة توصيل والنظام تكون من ثلاث ألواح كل لوح 300 واط منظم 40 أمبير بي دي بيو ام أربع بطاريات كل بطارية 200 أمب آور انفيرتر محول ألف واط طريقة التوصيل راح نوصل البطاريات أولا كل بطارياتين مع بعض بالتوالي نقسمها إلى مجموعتين سالب إلى موجب سالب إلى موجب مجموعتين نوصل المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية الآن بالتوازي سالب موجب كذا تكون عندنا نظام 24 فولت من أربع بطاريات الألواح نجمع السالب بالتوازي السالب مع بعض اللوح الأول والثاني والثالث والموجب مع بعض اللوح الأول والثاني والثالث كذا شبكنا الألواح بالتوازي ثلاث ألواح الآن نوصل البطاريات إلى المنظم السالب والموجب نوصل الألواح إلى المنظم السالب والموجب ونوصل المحول إلى البطاريات السالب آخر طرف من البطاريات والموجب آخر طرف من البطاريات هذا هو النظام طبعا بدون فيوزات بدون بريكر طبعا خطأ التشبيك بطريقة هذه أكيد واحد من الأجهزة رح يخرب والبطاريات ما رح تنشع بطريقة صحيحة والمحول والإنبيرتر رح يكون على الخطر بالإضافة إلى تشبيك الألواح بالطريقة هذه بدون كومباينر بطريقة خاطئة طبعا رح يكون في فيوزات وبركارات وكومباينر وأجهزة مراقبة ومتابعة رح نستخدمها أول شي رح الآن نتعرف على الأشياء اللي نحتاجها عشان نوصل للنظام بالشكل الصحيح محتويات النظام رح تتكون من MC4 كنكتر للتوصيل بالتوازي ثلاثة إلى واحد ورح نستخدم فيوز أربعين أمبير ما بين الألواح إلى المنظم ورح نستخدم DC Breaker أما النوع هذا أو النوع الثاني هذا مع فيوز ما بين البطاريات إلى المحول للدي سي لما خارج الدي سي العربعة وعشرين فولت رح نستخدم سويتش وفيوز بلوك والباس بار للسالب وإنلاين فيوز ودي سي جاك للأحمال الثقيلة إذا كانت بتشتغل على الدي سي الأسلاك للبطاريات 35 ملي ورح نستخدم أصابع بطاريات أربع واللقز لتوصيل البطاريات والإضافة إلى ستة ملي أسلاك ما بين الألواح إلى المنظم ومن بين المنظم إلى السيرفيس DC لود اللي هو الأشياء اللي تشتغل بالدي سي الأسلاك 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 عادية وباس بار رح نحتاج أربعة زي هذا أو ستة أنواع زي هذه ورح نحتاج إلى برايكر AC برايكر ثلاثة AC برايكر إذا كان عندي مثلا مصدر خالجي زي الجنريتر أو كاربة خالجية وأشبكها في النظام بالإضافة إلى الطاقة الشمسية أحتاج تشينج أوفر سويتش تشينج أوفر سويتش ما بين الطاقة الشمسية والجنريتر إذا أحول بين الكهرباء الأثنين بالإضافة إلى عدادات راح نركب عدادات الDC والAC وإنديكيشن لايت عشان تساعدنا في التشغيل والصيانة للنظام بشكل عام هذه هي الأشياء اللي راح نحتاجها ممكن بعضكم يفكرها كثيرة لكنها ما هي مكلفة يعني أنا متأكد ممكن تعبي سيارتك بنزين سعره أغلى من الأشياء هذه وهذه راح تحافظ على النظام لسنوات طويلة ولازم ما نستسخر أو نستسخر الأمور هذه وهذه أشياء ضرورية طبعاً العدادات وما العداد هذا ما هي مشكلة لكن إذا وصل الأمر إلى الفيوزات والبريكرات هذه أشياء المفروض أننا حنا ما انتهوا فيها هذا هو الكمباينر بوكس اللي راح نستخدمه حنا اليوم إن شاء الله اللي هو يشبك لي ثلاثة ألواح بالتوازي ثلاثة موجة مع بعض وثلاثة سالب مع بعض ويطلع لي موجة سالب طبعاً إذا أنت ما تبغى تستخدم هذا ما بإمكانك تستخدم المسي فور ثلاثة إلى واحد لكن من خبرتي أنا أو التركيب وكثير من المشاكل لقيت أنه هذه دائماً فيها مشاكل إلى الشهر اللي فات يعني لقيت شخص غير بطاريات بالكامل وغير المنظم وغير وآخر شيء اكتشفنا أن المشكلة هنا التوصيل كان فيه هنا زي الالتماس داخل ما أدري هي جودة هذا النوع أو هذا ما يصلح فأنا راح أستخدم الكومباينار بوكس وبإمكانكم استخدام هذا ما يضر على شرط أنه يكون من النوع الجيد وصناعة جيدة الآن نشوف طريقة توصيل المظام بالطريقة الصحيحة والسليمة عندنا الألواح وعندنا أربع بطاريات والمنظم والمحول أولاً توصيل الألواح بالتوازي الموجب مع بعض والسالب مع بعض ثلاثة موجب وثلاثة سالب عن طريق الكومباينار بوكس بعد كده توصيل البطاريات نقلنا ثنتين بالتوالي كل ثنتين ونوصل المجموعتين بالتوازي كده كونا نظام 24 بعد كده توصيل إلى المحول إلى الامبيرتر عبر بريكر دي سي بريكر قوة تقريباً 100 أمبير توصيل الموجب وتوصيل السالب بالطريقة هذه عن طريق شنط الشنط هذا نحتاجه عشان نأخذ منه بعض القياسات وانتغير هذا الشنط غير مجبراً أنك تضع الشنط إذا تشوف أنك ما له حاجة لكن الدي سي بريكر هذا ضروري بعد كده توصيل المنظم السالب وراح نوضع بصبار وتوصيل الموجب وراح نوضع بصبار لنأخذ منه بعض الخدمات بعد كده توصيل الألواح الموجب عبر فيوز قوة الفيوز 40 أمبير والسالب نوصله إلى المنظم توصيل الأيرث نضع رود هنا هذا الروود ونضع له صيخ نضعه تقريباً مترين إلى متر ونص بالأرض ونضع بصبار نجمع فيه الأيرث أو التعريض كله من جميع الأجهزة فأول شي نوصل الأيرث إلى الصيخ بالطريقة هذه ونوصل الألواح الأيرث ونوصل للمحول كده النظام جاهز بطريقة سليمة ونقدر نوقف إلى هنا يعني ما في مشكلة لكن حنا رح نشوف كيف حتى طريقة استخدام الـ DC والـ AC مثلاً إذا بنستخدم لود DC من 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 تشارج كنترولر تشارج كنترولر كنترولر هنا الـ DC راح نطلع بطريقة هذه إذا نبغى شاحن جوال أو لمبات DC ومن هنا نبغى ناخذ الأشياء الثقيلة إذا حاجة DC تشتغل يعني أقوى من هنا لأنه هنا المفروض إنه ما يتعدى 10 أمبير لكن إذا بتشغل جهاز كبير ما تقدر تستخدم اللود هذا لازم مباشرة من البطاريات عن طريق البص بار هذا الموجب عبر برايكر وفيوز والسالم إلى جاك ثقيل تقدر حتى تشغل من هنا ثلاجة مروحة مكيف صحراوي المفروض من هنا مو من هنا هذا DC وهذا DC 24 بولت كذا نظام اكتمل الآن نبغى نوصل الكهرباء وقبل كذا بنوصل العداد اللي يقرأ لنا الفولت البطاريات عشان نقدر نتابع النظام ومه ضروري لكن اللي يبغى يعرف كيف طريقة توصيله هو بطريقة هذه يكون عندنا زي هذا يجي معاه ثلاثة اسلاك هنا بالعادة السلكين توصلها بالشنط هنا الأصفر وال الأصفر والأسود والأحمر يجي بالمدخل بالموجب بالإضافة إلى هنا الباور اللي يشغل الجهاز هذا يودى إلى اللود هنا فنوصلها السلكين من هنا فيكون جاهز بالطريقة هذه أي أحمال نضعها على البطاريات وفولت البطاريات يعطينا قراءة لمتابعة البطاريات بالطريقة الصحيحة هذا هو النظام الآن باقي الـ AC وطريقة توصيله فإذا كان عندي مولد خارجي وأبغى بوصل للكهرباء برها فعندي الكهرباء من الطاقة الشمسية والكهرباء القادمة من الجنريتر أولا الكهرباء القادمة من هنا وهنا أحتاج إلى change over switch زي هذا أختار بين الجهاتين ووصل الكهرباء من الـ عبر بريكر الحار والبارد اللي هو live والنيوترول وبعد كذا أوصل الجنريتر عبر بصبار live الحار والبارد live ونيوترول بعد كذا أوصلها عبر بريكر إلى المدخل رقم 2 في change over switch من الجنريتر أبغى أشحن البطاريات الشاحن كثير من المحولات يكون فيها شاحن أدخل الكهرباء هنا عشان أشحن البطاريات أبغى من الجنريتر فلازم أخذها قبل من هنا فأحطها عبر بريكر إلى الـ 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 ومن هنا طبعا الخروج يكون الخروج من هنا هذا الـ live وهذا الـ live إلى البريكر الخارجي وهذا neutral كذا النظام يكون جاهز إذا أختار أنا من الجهتين أما من الـ أو من الـ inverter طبعا أختار من هنا فأحتاج indication رح لمبات هنا حشان إذا اخترت واحد تولى لمبة وإذا اخترت اثنين تولى لمبة هذه أو إذا كان فيه كهرباء هنا أعرف فيه كهرباء وأبغى لمبة بعد إذا إذا شغلت الشاحن تكون هنا فأضع لمبات بطريقة هذه ووصلها بطريقة سهلة هنا اللي هو live neutral ونفس الشيء هذه الـ light indication هنا وهذه نوصلها بنفس الطريقة بحيث لو شغلت أي جهة أو فيه كهرباء قادمة من أي طرف يكون هذا يساعدني معرفة أنه هذه الجهة شغالة فيها كهرباء أو لا طبعا فيه عندي indication هنا اللي هو آآ 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 يعطيني القراءات الكهرباء الخارجة آآ معاه يجي شنط زي هذا زي الدونت معه سلكين توصل وسلكين للحار والبارد اللايف ونيوترل وهذا يعطيني indication ويعطيني حساب القوة الكهرباء الخارجة هذا هو النظام يكون بالشكل هذا الطريقة الصحيحة آآ إذا شفنا مثلا الكهرباء القادمة من هنا من الانفيرتر فلو مثلا فتحنا سويتش هذا اللامبه هذه المفروض تولع فاحنا فتحنا سويتش ولعت اللامبه نعرف أنه فيه كهرباء جاية من هنا الانفيرتر شغال فنقدر نختار في أي جهة مثلا ولو بغينا نشحن مثلا ونشغل عن طريق الجنريتر نشغل الجنريتر الكهرباء واصلة إلى هنا لو فتحنا لو فتحنا السويتش هذا مثلا راح تولع اللامبه عندنا هنا ويكون واضح أنه الجنريتر شاحن يشحن البطاريات وما فيه تداخل بالكهرباء وكل شي معزول وكل شي شغال الجنريتر شغال الامبيرتر شغال طاقة شمسية شغال ما عندي أي مشكلة حتى أني أقدر أوصل الكهرباء هنا لو فتحنا السويتش هذا فتحنا الكهرباء واصلة هنا راح يتولع اللامبه هذه معناة أن الكهرباء واصلة الجميع الأطراف الآن أقدر أختار أنا هنا واحد أو اثنين لو قلنا مثال نختار مثلا واحد بطريقة هذه الكهرباء واصلة هنا إلى هنا كذا يكون النظام جاهز ومؤمن وطريقة متابعته بطريقة الصحيحة والسليمة إن شاء الله يكون هذا كافي وبإمكان توقف الفيديو على راحتك وتشوف التصميم بوقتك الخاص شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته